سيام متكرر نحن نصوم رمضان تساعة وعشرين أو ثلاثين يوم كل يوم هذه سيام مستقل بل هي عبادات إذن متكررة وكل عبادة لابد أن تنفرد بنية مستقلة هذا معنى أنه ينبغي أن يكرر النية طبعا لا نقصد أنه يكرر باللسان يكفي النية القلبية أو حتى الفعل مجرد يستيقظ أنه ليتسحر هذا يقوم مقام النية يعني إذن فقط اللسان يؤكد ما في القلب إن الكلام لا في الفؤادي وإنما جعل اللسان على الفؤادي ذليل أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين لماذا ذكر أنه في نية صوم رمضان يشترط ثلاثة شروط لماذا ذكر أنه هذا يشترط هذه الشروط في نية صوم رمضان اللي هي التبييت تكون في الليل النية والتعيين يعين أنه سيصوم عن رمضان والتكرار أنه كل ليلة يكرر النية بقلبه قال ليخرج صوم النفل أنه صوم النفل لا يحتاج لا لتعيين ولا لتبييت لا تحتاج في صوم النفل ما بعد رمضان إذا أنت تريد أن تصوم اثنين وخميس أو تصوم السلاسة لأيام البيض أو أي يوم فلا يشترط أن تبيت النية من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما هل عندكم من غدا؟ قالت لا قال فإني إذن أصوم رواه دار قطني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يأكل في غير رمضان فلم يجد طعاما فقال إذن أنا صاحب ما هذا دل دل على ماذا؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت الصيام للنفل لأنه لو كان بيت لما طلب الطعام فإذن يجوز إذن نية الصيام حقدروها مما قبل الزوال للنفل أما لرمضان يجب أن تبيت النية من الليل طيب إذن صوم النافلة لا يشترط في نيتها تبييت ولا تعين يجوز أنه أنت أيضا في غير رمضان أنت صوم تنوي صوم هكذا مطلقا لكن في رمضان يجب أن تنوي أنه هذا عن رمضان الصيام رمضان طيب لأنه رمضان فرض أما غير رمضان نفل وهي النية أصلا تميز الفرض عن النفل أنت تصلي مثلا تقول صلي فرض صلاة الظهر وصلي سنة صلاة الظهر تميز إما تميز بقلبك أو تميز باللسان طبعا طبعا هي الأصل للسان الأصل للقلب لكن اللسان يؤكد ما في القلب حتى الإنسان يعني يكون على دراية بما سيقوم به طيب الإمساك الآن الآن إذن عندنا أولا أركان الصوم أولا النية النية اتنين اللي قالنا يشترط فيها التكرار والتعيين والتبييد الآن ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الصيام اللي هو الإمساك عن المفطرات الإمساك عن المفطرات المفطرات اللي هي الأكل والشرب الأكل والشرب هذا واحد اتنين وصول عين إلى الجوف من منفز مفتوح اللي نتكلم بأهون عن الأبر وعن الحقنة وعن كذا ثلاثي القيء المتعمد الرابعا الوط حمدا خامسا الاستمناء سادسا الحيض والنفاس سابعا الجنون الجنون والردة وليازو بالله سبع أمور إذن تفتر تفسد الصوم نأتي عليها بالتفصيل الأكل والشرب لكن طبعا كل واحد هذا له قيود مثلا الأكل والشرب إذا كان عمدا مهما كان المأكول أو المشروب قليلا فإن نسي أنه صائم لماذا نشتريط العمد أنه تنخرج حالة النسيان قال فإن نسي أنه صائم وأكل أو شرب لم يفطر مهما كثر الطعام أو شرب شوف في العمد مهما قل تفطر في النسيان مهما كثر لا تفطر ودليل ذلك قوله صلى الله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا يحتاج إلى قضاء بخلاف عند المالكي وغيره الممكن يحتاج إلى قضاء طيب هذا إذن الأول الأكل عامدا ثانيا وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوحة المقصود بالعين شيء تراه العين يسمون يعني عند المتكلمين الجو يعني شيء خلاف العرب شيء تراه العين والجوف أبيلك وصول عين وصول شيء مرئي ومهما صغر ولو حب تسمسم إلى الجوف اللي هو الدماغ طبعا هذا بالتعبير السابق عند القدامى الجوف يسمونه الدماغ أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء الجوف ليس فقط المقصود به الجهاز العظمي الجوف الأذن الجوف أيضا عند الفقاع وعند الشفعي تحديدا فإذن الآن سأتكلم الأذن جوف هذه تفطر إذا واحد دخل فيها عود أو كذا فضلا عن يأخذ قطرة أو كذا كما سأتكلم هنا طائزا طائزا فإذن أبيلك بعدين هون وصول عين العين قلناها شيء تراه العين من منفذ اللي هو الدماغ أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء إلى منفذ مفتوح ما معنى المنفذ مفتوح قال هو الفم والأذن والقبل والدبر من الزكر والأنسة هنا بأياتي بتفصيلات وبيل لك فالقطرة من الأذن مفترة لأنها منفذ مفتوح وإن قال الأطباء أنه ما في كما قال الشيخنا الشيخ صادق عبنكي أنه قول الطباء غير معتبر لأنه نحن نأخذ هنا بضابط الشرع الآن وإن كان يقول الأطباء أنه منفذ الأذن ليس لها منفذ إلى الجوف هي الأذن نفسها جوف عند الفقار والقطرة في العين غير مفترة لأنها منفذ غير مفتوح يعني هنا الجوف له يعني تعريف شرعي عند الفقه غير تعريف طبي وهنا طبعا فيه أبحاث الآن يعني في مجمع الفقه الإسلامي حول الجوف و المفترات بالنسبة للأدوية وكذا أبحاث كثيرة ممكن نأتي عليها هذه تحت قضايا فقية معاصرة لكن نحن الآن نتكلم عن الفقه الفقه الشافعية عن الفقه عند القدام طيب مساء القديمة هو رئيسة معاصرة فالقطرة في الأذن مفترة لأنه كان زمان يأخذون شيء اسمه الصعوط في الأنف أو الأذن أو في يعني أدوية متعارفة علي عنده فالقطرة من الأذن مفترة لأنها منفذ مفتوح والقطرة في العين غير مفترة لأنها منفذ غير مفتوح والحقن الشرجية مفترة الذي يسميها التحميل الله يرزيكم لأن الشرج منفذ مفتوح والحقن الوريدية لا تفطر لأن الوريد غير مفتوح حتى قال شيخنا الشيخ صادقها بأنكي أنه حتى لو علأ له سيروم في الوريد لا يفطر حتى ولو كان هذا مغزي لأنه هذا ليس جوفة بالمعنى الشرعي وهذا كله أيضا بشرط التعمد فإن فعل شيئا من ذلك ناسيا لم يضر قياسا على الطعام والشراب يعني هو الحقن الوريدية أو الشرجية هذه تفطر لكن إذا فعل الحقن هذه ناسيا أنه صائب هذه لا تفطر شرط التعمد وأيضا إذا أدخل شيء في أذنه وعود طبعا إذا أدخل أصبعه كما يقول شيخنا الشيخ صادق أنه لا هذه لا تفطر الأصبع إذا أدخلها في أذنه لكن إذا أدخل هذه نكاشة الأذن هذه الأطني هذه أفحالها أحيانا يعني على بعض المذاهب الأخرى أنها لا تفطر لكن عند الشافعية لأني متشددين في هذا الأمر الأذن لأنه فوج جوف فوج عكس الجوف فوج طيب إذن وهذا كله إذن ولو وصل جوف ولو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق لم يفطر أيضا لما في الاحتراز عن ذلك من المشقة الشديدة طبعا الأفضل أنه يدفع هذا أو يتحرز عن غبار الطريق أو عن أو يغلق فمه الآن لما يكون راكب مثلا دراجة هواية أو كذا الأفضل أنه يغلق فمه لأنه حتى يتحرز عن دخول ذباب أو بعوض أو غبار أو كذا لما في الاحتراز لكن لو دخل شيء من هذا هذا بيقول لك هذا الاحتراز فيه مشقة ولو ابتلع عريقه لم يفطر لعزر ابتلع اللعاب لعزر التحرز عنه لكن قالوا إذا أخرج لعابه ثم أدخله ثم لحسه هذا صار أجنبي ويفطرونه ولو ابتلع عريقه متنجسا كمن دميت لثته ولم يغسل فمه وإن بيض دريقه أفطر مفروض إذا دميت لثته ويخرج الدم فإذا تركه واختلط باللعاب ثم ابتلع الكل يفطر فإذا الأفضل إذا صار في فمه دم يخرجه ويتمضمض ثم بعد ذلك يبقى فقط لعابه طيب ولو تمضمض أو استنشق فسبق المضمض أو الاستنشاق إلى جوفه فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوء مرحبا مرحبا الشيخ البحار أنا مسأل طيب ولو تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمض أو الاستنشاق إلى جوفه فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوء إنه هذا مافو عنه الشرط أن لا يبالغ أو السنة أن يبالغ لكن في غير رمضان يبالغ الاستنشاق والاستنسار الاستنشاق المضمضة والاستنشاق يبالغ فيهما أنه أنظف لكن إلا في رمضان لا يبالغ يتمضمض نعم يستنشق لا يبالغ فإذا سبق شيء إلى جوفه يعفع عنه هذا إذا لم يكن مبالغ في الاستنشاق أو في المضمض إذا بالغ يفطر هنا حتى وإن دخل بدون قصده لكن أنت مجرد أنت أنت هنا بالغت في المضمضة والاستنشاق فأنت الآن لو دخل شيء إذن أنت تفطر وبالتالي أنت تمسك بقية اليوم وتقضي يوم غيره لذلك أنا يقول أنه إذا المر الأخيرة ولو التمضمضة أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوء فإن كان قد بالغ في ذلك أفطر لأنه فعل ما هو منهي عنه أثناء الصيام ما هو المنهي عنه ليس مجرد الاستنشاق أو المضمضة المنهي عنه والمبالغة في ذلك وهذا منهي عنه في رمضان في غير رمضان مطلوب المبالغة بالمضمضة والاستنشاق طيب ولو بقي طعام بين أسنانه فجر به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه إذا شعر فيه هذا بقايا الطعام يعني ممكن يعني المفروض يبسقه يعني عزكم الله لكن لو ما استطاع تمييزه وابتلعه مع ريقه بدون بدون أن يشعر فهذا لا يفطر لأنه معذور وغير مقصر فإن لم يعجز أفطر لتقصيري أول مفروض هو بعد أن يتسحر يتسوق يستاك أو يأخذ فرشات الأسنان ليتنظف يعني فمو تماما لكن لو لم يفعل السواك أو يعني يفرشي أسنانه وشعر بهذا الشيء من بقايا الطعام مفروض يمج إذا شعر به إذا لم يشعر به وابتلعه بدون قصد فلا يفطر وقال ولو أكره حتى أكل أو شرب لم يفطر لأن حكم اختياره ساقط لو أحد أكرهه طبعا الإكره له شروط أنه يكون يخاف على نفسه لهلاك أو على أحد أطرافه أن يكون هذا المكره قادر على تنفيذ الإكره وأن يكون أيضا لا يستطيع أن يهرب من إكرائه لها شروط لكن هنا يسكرنا بشكل أنه نحن نقرأ كما قلنا من كتاب الفقه المنهجي على المذهب الشافي لدكتور الخن ورفاقي رحمه الله طيب القيء المتعمد هذا هو الشرط الثالث العامد الناقض الثالث للصيام فهو مفطر وإن تأكد الصائم أن شيئا لم يعد ثانية إلى جوفه إذا قاء متعمدا حتى ولو لم يرجع شيء إلى جوفه لأنه هو أصلا الإفطار مناط الإفطار هو ما يدخل إلى الجوف ليس ما يخرج طيب ما هو القيء هو خروج قال لك إيه هو خروج لكن إيه هو مع ذلك مفطر وإن تأكد الصائم أن شيئا لم يعد ثانية إلى جوفه ولكن إذا غلبه القيء لم يضر ولو علم يعني الملخص هنا إذا غلبه القيء لا يفطر إذا كان بدون قصده لكن إذا كان رغما عنه إذا هو تعمد القيء وضع إصبعه هكذا يتقي عمدا فإذا أفطر حتى ولو لم يرجع شيء إلى ولو علم أن بعضا مما خرج قد عاد إلى جوفه بدون قصد منه شايف لو غلبه القصد لا يفطر حتى ولو رجع شيء من الذي قاءه إلى معدته بدون قصد منه يعني هو رجع لكن لم يستطع أن يدفعه إذا استطاع أن يدفعه يدفعه طبعا وإلا يكون هو متعمد أن يرجع شيء إلى جوفه فيفطر لكن إذا قاء رغما عنه ورجع شيء ولم يستطع دفعه فلا يفطر دليل ذلك حديث أبي داود والترمزي من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي من ذرعه من غلبه فهنا أنه أناط القضاء بأنه إيش بقضية إن استقاء فليقضي إذا هو تعمد إذا لم يتعمد فلا قضاء عليه طيب الرابع الناقض الرابع للصيام الوطء عمدا الجماع حلا أو حلالا كانا أو حراما طيب شوف يعني سواء كان الوطء لزوجته أو ما ملكت إيمانه أو لأجنبية أو زينة والعياذ بالله فالوطء عمدا لأنه في بعض كما حكى شيخنا الشيخ صادق حبنك بعض الناس تجهل أن الجماع مع الزوج مفتر للصيام تظن أنه فقط الحرام يعني منه مفتر وقال يعني حتى رجل مسن هكذا سأله سأل هذا السؤال شيخنا الشيخ صادق حبنك كما ذكر هذا في درسه لشرح قرية العين لباري طيب إذن الوطء عمدا ولو من غير إن زالد دليل ذلك قوله تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد مباشرة يعني هنا الجماع طبعا المراد بالخيط هنا الخيط الأبيض ضوء النهار الخيط الأسود ظلمة الليل وليس كما فعل بعض الصعابة الظن أو ظن بعض الصعابة أن الخيط يأتي بخيط أبيض وخيط أسود يبقى ينظر إليهما حتى يعني يرى البيض هذا الخيط من السوادي لا هو المقصودون ضوء النهار الخيط الأبيض ضوء النهار لأنه في عندنا شيء اسمه الفجر الصادق يعني ضوءه يترامى بالأفق يعني طيب هذا لكن هو مبتدأ نحن نتكلم على مبتدأ هذا مبتدأ هذا هذا هنا عندما يؤذن الفجر هذا لا يؤذن إلا عندما يطلع الفجر الصادق بظهور مبتدأ هذا الضوء طيب والخيط الأسود الظلمة والفجر الضوء يطلع معترضا شوف في الأفق ينتهي بطلوعه الليل ويبدأ النهار طبعا هذا لحتى يحترز الفجر الصادق يميز من فجر الصادق اللي هو يظهر في الأفق هكذا والفجر الكاذب الذي يظهر كذنب السرحان هذا أو السرحان هذا هكذا الذي يعترض في الأفق هكذا بشكل عمودي هذا فجر كاذب العمودي الذي يبتشر بالأفق هذا الفجر الصادق المعنوط به هذا الفجر الصادق هو الذي عنده يتوقف الطعام والشراب والجماعة طيب ومعنى تباشروننا تجامعوننا وأنتم معاكفون أي في حال الاعتكاف أما لو وطئ ناسيا فإنه لا يفتر قياسا على الأكل والشرب ناسيا طيب خامسا الاستمناء وهو استخراج المني بمباشرة بمباشرة تقبيل ونحوه أو بوسطة اليد فإنه تعمد فإن تعمد ذلك الصائم أفطر خلافا لبعض الفتاوى وأنه ظن فتوى للألبان يقول لك لا الاستمناء لا يفطر الصائم أما إن غالب على أمره فلا يفطر فإذا استدعاء المني سواء بتقبيل أو بمفاخذة أو بواسطة اليد بيده أو بيد زوجتي أو كذا هذا كله إذا خرج المني أفطر الصائم هنا طيب ويجب عليه طبعا القضاء هذا وتكره بقى هنا حكم آخر لكن إذا غلبه وخرج المني هو من شدة شعوته بدون أن يعني هو يفاخذ أو كذا أو شيء فقط بمجرد الفكر خرج المني هنا لا هنا لاحظه أما إن غلب على أمره فلا يفطر ومنه أيضا الاحتلام الذي يكون في النهامة مثلا في نعال رمضان وأستيقظ محتلما لا يفطر أو نام في ليل رمضان واستيقظ جنوبا وأيضا هنا يصح صومه وقيل أن حديث من أفطر جنوبا فلا صومه له وهذا من سوخ طيب هنا يتكلم عن القبلة هذا وتكره القبلة في رمضان كراهي التحريم لمن حركت لمن حركت شهوته لمن حركت شهوته يعني القبلة حركت شهوته رجوعا كان ومرأة لأن في ذلك تعريض إفساد الصوم أما من لم تحرك شهوته القبلة لم تحرك شهوته فالأولى له تركها حسما للباب يعني هل هل يجوز الصائم أن يقبل زوجته هنا الكلام أنه يقول لك هو في تفصيل هو تكره قولا واحدا يعني عند الشافع يمتكلم الآن طبعا تكره على الأقل يعني تكره لكن إذا حركت شهوته حركت شهوته ودعته إلى الجماع إذا علم أنه من القبلة ستدعو إلى الجماع إلى جماع زوجته هنا ستحرم عليه القبلة فإذا لذلك قالوا هنا تكره القبلة كراي التحريم لمن حركت شهوته وأما إذا لم تحرك شهوته فيجوز وهذه قالوا مثلا إذا كان مثلا رجل طاعم في السن مثلا أو كذا قبل فهذه لن تحرك شهوته غالب طيب الدليل حديث مسلم عن عائشة قالت رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ثم قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه يعني لا تظنوا أنه تقولوا أنه هذه سنة تقبيل الرجل لمرأته في رمضان إنما هذا أنه كان خاص برسول الله لأن نبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم صلى الله عليه وسلم طيب وكان قال قال العلماء ومعنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفسه ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك طيب إذن الأفضل أنه لا يقبل زوجته لأنه لأن ذلك ممكن يدعوه إلى الجماع وإفساد تعريض صومه للفساد طيب الأمر السادس الناقض للصيام الحيض والنفاس أصلا الحيض والنفاس هو مانع من انعقاد الصوم لكن ماذا لو طرأ الحيض والنفاس على المرأة في نهار رمضان ولدت مثلا في نهار رمضان أو حاضت في النهار فأنا وشوف يبطل لاحظ فإن كل منهما الحيض والنفاس يمنع من صحة الصوم فإن طرأ عن المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء بطل صيامه ووجب عليها قضاء ذلك اليوم فإن طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء من النار بطل الصيام ووجب عليها قضاء ذلك اليوم طيب دليل حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله وعنه أن الرسول والسلام قال في المرأة وقد سئل عن نقصان دينها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم طبعا هذا في الحيض وأيضا النفاس أيضا النفس الشيء أنه هو الحيض خروج دم وأيضا النفاس هو خروج دم السابع ناقض الجنون والردة وكلهما مانع من صحة الصوم لخروج من قام به ذلك عن أهلية العبادة وها كلهما مانع من صحة لا قلنا وإصلا لا ينعقد الصوم المجنون لكن انطر فسد الصوم وكلهما مانع من صحة الصوم لخروج ما قام به ذلك عن أهلية العبادة طبعا وراء الردة هذا شيء تاني بقى وكان مسلما لكن ارتد ولياز بالله فهنا ايضا بطل صائمه طيب فايزا الخلاصة هنا يقول يجب على الصائم الامساك عن هذه المفترات ليصح صومه المفترات هذه كلها اللي قلناها يبتعد عنها يبتعد عن سواء التي يعني باستطاعات يبعد عنها مثل الجماعة والاكل والشرب او التي اما التي لا تستطيع الابتعد عنها مثل هذه الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فهذا شيء تاني طيب فايزا يجب على الصائم الامساك عن هذه المفترات ليصح صومه بدءا من اول طلوع الفجر الى تحقق غروب الشمس فان باشر الصائم شيء من هذه المفترات ظنا شب امر اخر باشر شيء من هذه المفترات الاكل والشرب والجماعة وكذا ظنا ان الفجر لم يطلع بعد فتبين خطأه بطل صومه وامسك النهار حرمة للشرح وقضى بدلا عنه بقي يأكل ثم تبين له انه انه مثلا الفجر ادى من عشر دقائق هو لا يدري اه يمسك بقية اليوم ثم يقضي يوما بعد رمضان طيب الامر كذلك اذا افطر مبكرا قبل غروب الشمس شوف وكذلك اذا افطر في اخر النهار ظنا غروب الشمس ثم تبين انها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه ووجب عليه القضاء هو ظن ان الشمس قد غابت ثم تبين له او لا الان حتى غابت الشمس يعني هو كأنه افطر قبل خمس دقائق مثلا من هو قبل حتى قبل ثاني لا يمكن لا يجوز لكن هو ظن انه غابت الشمس فافطر ثم تبين له يجب ان يتبين له انه اخطف فاذا يقضي يوما اخر بعد رمضان ايضا بالنسبة ليش لو اكل بعد الفجر ظنا ان الفجر لم لم يطلع او لم يؤزن الفجر فهنا ايضا هذا اخطأ بعد ان يتبين له خطو ايضا يمسك هنا بقيت اليوم ويفطر يوم يمسك بقيت اليوم ويقضي يوما اخر طيب الان نحن انتهينا من مفسدات الصوم نديش اخدنا كام وقتل لا طيب نحن سنتوقف في هذا المجلس عند اداب الصوم ونكمل في المجلس القادم